موسيقى صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في العمل التطوعي عمل عظيم ومش من مكان أكيد بيقدر يؤدي هيك عمل فينا نقول أنه بينطبع بتاريخ وطنه وخاصة بتاريخ لبنان اللي عرف فوق 30 سنة حرب وأيضاً شو مهم أنه الإنسان يساهم بإنقاذ حياة الناس وبيساهم أيضاً بطريقة ما إلى طريق السلام واليوم نحن نتعرف بفقرة كتاب على إنسانة قضت أكتر من 20 سنة كانت هي الجند المجهول مثل كل أكيد المتطوعين اللي كانوا معها ولكن السليحة إلى كانت المحبة والشغف لعملها اليوم بحب رحب بستوديوات الام تي في فينا نقول بالكاتبة نيلة لهيشم أهلا وسهلا فيك مرشي أهلا أنا بدي أقول لجميع المشاهدين أنه لمن قريد كتابيك اللي أكيد كتبتي أيضاً بمساعدة الكاتبة هيام يارد وتحية إلى بيغوت كومسي لوبلي لمن قريته اكتشفت أدي الإنسان اللي بيعطي من حاله واللي ما بقى اللي بيجيزف بحياته ولا يعطي الحياة لغيره شو بيكون عظيم والبسمة عوجك لمن تعرفت عليك فهمت أنه كل هالأمور الصعبة اللي قطعت فيها قوتك وخليتك تأمني أكتر بأن الحياة حلوة حياة حلوة إيه؟ كتير كتير حلوة خابرينا بدي أعرف المشاهدين على حضرتك أكيد ولكن بس خابرينا كيف أجتك الفكرة أنك تكتب بيروت كومسي لوبلي اللي منكتشف من خلال هالكتاب كل الحرب وإذا كان فينا نقول الكواليس الحرب كواليس الحرب بحي الموجودين وبحييك وهي هو كتاب لأنه كنا مثل ما تفضلت وقلت جندي مجهول صليب الأحمر كان يشتغل بالكواليس وكانت الفترة طبعا الحرب كبيرة كل يوم نقول بكرة رح تخلص الحرب البكرة في رون بكرة بيخلص بتخلص الحرب ونحنا كانت كل حياتنا مثل ما قلت بالكتاب هي أنا دونت لأنه كنت بدي دوي على زيكرية عم بدافي عن الزيكرة هالأشخاص اللي اشتغلوا والميتوا ليحيا الوطن نحنا اليوم خلينا لبنان مثل ما هو بمصدقيته بهالفكرة اللي عنده هي العالم بإنسانيته بهالأشخاص اللي اشتغلت بالكواليس بالحرب وبينيتون مؤسسة صليب الأحمار نعم تحية كبيرة إلى هالمؤسسة الكبيرة اللي فينا مدونا ما بقي الوطن أكيده ما بقيه الأحياء أكيده مزبوط مزبوط نعم بدي عايف المشاهدين على حضرتك نيلة لهيشم من مواليد بيروت وحضرتك ممردة متخصص بأكيده كممردة ولكن دخلت صليب الأحمر كان عمريك عشرين سنة 16 سنة وكنت عم تدرس بزيت الوقت وأيضاً فيدنا نقول أنك خط الحروب وصراعات من 1975 ل1990 ووجهت الخطورات وسهمت بالسلام وهلأ نحن نكتشف ليه كتابك بيوتكم سيلو بلي بيتناول أكيده قصة حياتك وأخصة تجربتك بصليب الأحمر وأكيده كان متطوعة لخدمة الإنسان وحائزة على جهزة مغسال هوشار سنة 1984 وحائزة أيضاً على وسام الأرز برتبة فارس من قبل قئيس الجمهورية اللبنانية سنة 1985 نيلة فهمنا أنه كتابك تما ينسوا العالم وخاصةً هو تحية لكل الجنود المجهولين مثل حضرتك أيضاً أدي صعب واحد يجمع كل هالذكريات منا مرة ومنا حلوة لأنه بتضحكينا كمان بتبكينا بالكتاب وبتضحكينا وهيدي شخصيتك عم شوفها هلأ يا عجبين خبرينا أكتر عن هالمعارك اللي عشتيا صبرة وشتيلة تل الزعتر الدمور معارك بيروت المقصمة خبرينا أكتر عن عملك وشغفك لهالعمل بدي أبدأ بالمشروع اللي كنا نعمله لجنوب نحنا فرع المسعفين تعليم الإسعاف عملنا مشروع بال73 74 75 لنعلم إسعافات أولية بجنوب جينا على التلفزيون تنقدم المشروع بال75 بقلولنا ما فيكن بقى تظهروا في أصف برا وهيدا كان أول نهار بلشت دون فيه إحساسة لأنه ما فيه الإنسان كان يعبر شو عم بيصير مثل فيلم يعني ما بيتصور واحد إنه نزرب عند أصحابه ورحت على مركز صليب الأحمر اللبناني هاللي كان بسبيرز وما فيه جمعتين صار فيه حرب القتلات واحتلوا كل الجيوش الغريبة هاللي كانت موجودة من جمعة للتاني تتغير بيروت يتغير لونة يتغير يعني السرعة الغيبة اللي صارت الأحديث نحنا حسينيها شوي بوجود الجنود واللي كان عنده نسلاح بجنوب وشي تصير تخبر المسعفين إنه ما أنا نحضر حالنا يمكن عم بصير فيه براميس دونجار يعني عم بصير فيه شي عم بيتحضر أخدت دفتر هيك كان عندي وقلت أنا بدي بلش اكتوب لأنه على الإحساس كتير خطير وأنا مسؤولة عن مسعفين ما بدي أعطيهم أني أنا بلشت خاف صرت اكتوب اكتوب ودوين وأكيد اليوم ما رأت بمراحل ضيعت فيها شوي الجلوس قدام الكونون يعني الإنسان عم بيشتغل ببلده مع جن دي غريب أو مع ناس غربة مثل النصين عم بيجي بيقلي أنا لازم تسع فيه تحطي له توقفي له النزف بتطلع هيكي بقول أنا أنا لازم كممردة بس بفتكر إنه في أيام كتير وقفت الشغيل إنه ما كنت أقدر إصعف ناس عم بتقتل يعني كان عندك الصراع الداخلي ما بين إنه أنت ممرد وليزم تعملي هالعمل الإنساني إنك تخلص هالإنسان ولكن عبيلك إنه كمان يوقف عمله المجرم مزبوط مزبوط المجرم نعم وخبرينا أكتر من هالصراعات بصبرة وشتيلة تل الزعتر أديك هالعنف أديك هالعنف البربري إذا فينا نقول وأديك أنتو عم بتقدروا تسعفوا أنا برجع بذكر وبفتكر كل المواطنين والناس هاللي بيقدروا شغل المسعفين على الأرض كانت المؤسسة الوحيدة من أول الحرب لأخرها بالبلد يعني كنا أمن عام وكنا مع الجيش وكنا على الأرض مسعفين ومستشفى عملنا مستشفى ميداني بحرب الميتيون بصليب الأشرفية المستشفى الميداني درنا سعفنا فيه ألف وتسعمائة جريح كل الحكمة طبع المستشفيات لأنه صاروا يضربوا المستشفيات ما عادوا يقدروا يشتغلوا بكوتيل ديو ولا باللبناني ولا بالرزق يجوا كلهم لعنا على المركز ما كان معنا مصاري سليم الأحمر دولي ما كان حاضر لهالقوة المئة يوم هاللي كانوا عم بيقصوا فيها الأشرفية خلقنا خلقنا بمتطوعين جاني 80 متطوع من بعد ساعتين ظهرنا بالأمبولانسات نطلب من الناس هاللي بيعرف يشتغل هاللي بيحب يساعدنا يجي وكانت ناس ساهمت معكم كثير 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 حلو هالتعاون هاليد بالإيد شي بمسجد الخير ما معنا ولا مصاري ولا كان عنا المسعف والحكيم والممرضة وهالأشخاص اللي تجي اليوم تساعدنا تمسح معنا المركز تساعدنا بالأكل يجينا يجينا هي بيت أكل وكلهم من اللبنانيين أكثر من كلهم من اللبناني وأنا فخورة إنه الصليب الأحمر كان عنده وجه نوتر يعني كانت لكل المنطقة كانت موضوعية واشتغلت للإنسان للإنسان ولكل لبنان وبحيي هون بكلمة مدام عيسى الخورة هاللي كانت رئيسة الصليب الأحمر لبناني ونحن من مدرستها نعم تحية كبيرة إلا منلاحظ نيلة إنه كنت عدا إنك مسعفة وممردة ومتطوعة كنت كمان فينا نقول بسيكولوج وكانوا كلهم يخدوك كصديقة العدو والصديق والكل وكنت هون عطول يمكن بمحبتك ويعني بشغفك لعملك هذا الشغف هو البنجح الإنسان بيتحكي كيف سهمتي هونيك ليلة إنك خليتي حرب ما تصير صراع ما يصير بمفصلتي أوفاليوم بتخبري كيف مرة القائد إجا أخبريك إنه الليلة بدنا ننزل على الفنادق ونقتل ما بين قائد هو قائد بديك تخبريني جرئتك إنك تحطي فاليوم بالشاي تغفو المحاربين وما يعنوا هالحال يعني هيدا العمل قدي جريء قدي عظيم بذات الوقت تخبرينه وقتا كتبت لأنه كان عندي بالمركز خمسين مسعف وكنا وأنا مسؤولة عن المركز كممرضة وكان عندي شوي تقسيم للشغل على الأرض من هون يجينا من المسعفين يجينا من النصين جرحا وفي هونيك ليلة المسؤولة عن المنطقة الفلسطيني اسمه أبو سمير بيجي بدق على باب صليب الأحمر واختي نيلة واختي نيلة أنا حبيت صادقه لأنه هو كمان إنسان يمكن مجبور يعمل هالحارب قال لي أنا بدي جيب هالمسعفين بدي جيب هالمحاربين الليلة بنا نهجم على الأوتلات وبالأوتلات كان فيه من الشباب اللبنانية هاللي كانت عم تحمي هالأوتلات نعم بنا نهجوم وبنا نضروب كل الشباب هاللي بالأوتلات بنا نمحيهم الليلة بديك تعطيني دوا اسمه ماكسيتون قالت له يه من كل عقلك أنه أنا ماكسيتون اللي هو بيعتلوا منشت منشت وكانت هيك الجو الحرب وأنا عمري 21 سنة إجري يضلوا يرشفوا فكر كيف بدي أقول لزبلة معي أني أنا مسؤولة عنهم وأنا أبضاي وأنا مش أبضاي أنا إنسان وعندي قلب وفكر قلت بفوت على الفرماشية بكون أنا عم فكر قلت له بتعرف شو روح جيبهم للشباب وخلينا نسهر معهم هيك بتعرف مع عليهم وبشوفوا أي مناطق أنتو اليوم بكون تحاربوا فيها نعم نعم ليعطيني مجال إني أنا فكر شو فيه آمن نعم بيوصل على الفرماشية بيوقى قدامي حنجور فاليوم بودرة نعم قلت عايطلي عايطلي الحنجور إيش أنا مش معقولة الفايلة نعم نعم بمسك هالحنجور وبصير برش على الشيات بس أنا اقلت خليني دوقون بركة كانوا كتير مرين صرت أنا الأولح كمانا وضاهارنا وأخدنا البريق وقالنا إن أهلا وسهلا وضيفنا ونكاعك وما يبقى عنا غير ثلاث أربعة كاكات نعم نعم وإجا ساعة أربعة بعد نص ليل من تانينهار لأنوا بتكتب الجرائي تانينهار عم بيتسيألوا كيف بيروت كانت هادية في هال هادية بيسألوا شو صار مين يعني عطا في ايا ايادات كانت في ايا نهار بايا نهار كان عندي جريدة وهي بش من بعد قبل ما يوقع الدمور بجنفير بجنفير كنون التاني كنون التاني بستعاش كنون التاني من الف وتسعمية وخمسة وسبعين حلو كتير ستة وسبعين ستة وسبعين ستة وسبعين بيجي تاني نهار بيهيك بيهز بيفوت بالهيدي التانك طبعه بيفوت لجوهيك للمركز طبع سليب الأحمر الشباب كلهم ما معهم خبر شعيم لنيلا قلت لهم هلأ منشوف انا بحكيه دايما انا كنت ضم كل شخص لانه لاقي انه بس تسلم عليه او تضمه او هيك تعطيه عاطفه ما فيش هيدا اللي بيكونوا عايزوا بهالوقت بيكون عايزوا كتير وهيدا تدوى لي انا كان دوية اني ضم الشخص بالمحبة قلت له يا ابو سمير ولا ونحنا هيدا في دوية اليوم بتعطيه لشخص بيعطيه مفعول سايد افات سايد افات يمكن ما دهما كتيري هاي برويسيو هني انا قلوه نهجوم وهني نايمين حلوك تيرا اكل حال هيك بتكوني سعفت بالقليلي ليلي وحده ليلي بالقليلي انو ما ميتك هيدا حرب انا هيدا حرب هيدا حرب سلمة مهضو طب اذا فينا بدقيقة نقول شو ابشع محطة عشتية بهالعشرين سنة واضحك لانو انت هون بتضحكينا وبتبكينا شو ابشع محطة يمكن يمكن مقدتي تسعة في حدا او شو اضحك محطة ابشع محطة كانت بـ 24 ساعة بـ 3 اكتوبر 1978 وقت القوات السورية كانوا وهم حاصرين الاشرفية والجرحة عم بزطون على الارض وانا ما عندي ادوية تلفين لبشيل بيرتي بقول له الله يرحمه الله يرحمه وفرماشية وفرماشية بقول لي نايلة رح ابعتلك المفتاح مع شاب وانت بتخدم الفرماشية كل ادوية اللي بديك ايها وبتشتغلي قد ما بديك وبس ير معك المصاري بتعطيني واذا ما صار معك مش مش وبلشنا هيك بمركز بلشنا نحط 80 تاخت اجلى عنا بأربعة ايام 1200 جريح نشتغل مع المسعفين طبع صليب الاحمر لبنان اللي انه كان منا جنود بنا جيوش تتشتغل معنا نشتغل ليلة نهار لنقدير قدرتوا تسعفوا هالالف ونوصر عنا ولا كغانغران ولا حدا نعمل انفكسون من بعد العملية والحكمة كلها تجي اشتغلنا مئة يوم مثل كأنه شخص واحد عم يعطي على قلب واحد ايد وحدي والاضحك كيك على السانية والاضحك وهاللي هو كتير مخضوم كنت عم بعطي اسعافات أولية بجنوب وجنوب عزبونا تنعلم الناس كيف منا نفوت على الضيع ونعلم اسعافات أولية لأنه تضربهم اسرائيل كل ليلة كل ليلة ونحنا نعيش معهم يعني لأنه كنا ننام تحت الخيم في ليلي قلت أنا بدي أعطي اسعافات أولية وأهم صف عندي هو الاختناء كيف بي عم بيختنقوا هالولاد بقوم بعلمهم البوش أبوش بصاتو فيا كلهم تعلموا هكي بيجي واحد باخر صف قالوا ليه ما جيت يا أيمان تتعلم قال ليه أنا ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما معلشي ما معلشي بيمسوك هالمنكان هو مغضوم المنكان شعروا هكي قصير و سويديكي بوبي غنفلا بلو بي نزال فيا تبويس بصيروا يضحكوا كلهم بصف بيشحطونا من الضيعة جمعتين إنه هاودي عبيع المشي شنيح شو مسمو إديكاسيو شكشيات إنه غير ليق للأخلى غير ليق للأخلى رح نتا نفسي المختار والشي ما اللي رجعوا فواتهم طيب وقفت سنة الـ 1990 مع أنه كانت خلصت الحرب ولكن ما خلصت يعني كانت خلصت الحرب بين الأكيد الجيش والقوات اللبنانية ليه تركت مع أنه بكل الكتاب نلاحظ أنه كنت رح تترك واتترك رح تترك واتترك ليه تركت سنة الـ كان عندي ما عندي انفصال بالشخصية أبدا لأنه كنت كتير عندي إيمان بالهاللي عم بعمله وكنت مجزرة في صليب الأحمر بس أنا فتحت دونت كل الأشخاص كانوا ينخطفوا بسوريا من الجيش السوري هاللي كان محتل لبني بدون تلاتمية وتلاتين اسم كان عندي الشيمية براسه للشاب إذا عايش ويجيبوا لنا نحنا منشتغل أسرة حرب بالمركز لأنه أنا كنت صرت بصليب الأحمر الدولي من ستة وسبعين وكان هايدي شغلة مهمة كتير لأينا بقوم أنا بدون كل الأمات هاللي بنعرفه أنه نحنا باللبنان بدبوشة أوراي كل الناس بتصير دونت تلاتمية وتلاتين اسم واشتغلت عليه بيجوا بصليب الأحمر الدولي بقلولي أنه هلأ نحنا اليوم أنا تركت ستة وثمانين يعني من مركزي من مسؤولياتي نحنا رح نقلك أنه إذا فيك تعملي استقالتك نيلا لأنه ما بقليك بوست مهم عني يعني خلوك تتركي بطريقة إذا بتحبي يعني تقدم استقالتك يعني كفت يمكن بإشياء سياسية بإشياء سياسية حطيت إيدي على الجرح وأنا ضل على ضميري هالأم هاللي أنا وعدت أنه أنا رح جيب له أخبار عن ابنه وهاللي كان مخطوف وما قدرت جبت له أخبار وهالجريش وصلا هايدي قصة بعضها لليوم وبعضها لليوم من هيك اليوم بضل حي هالكتاب لكلنا لأينا 17 ألف المخطوف كلمة أخيرة اليوم للمشاهدين لبنانية على السريع جدا ما لازم أبدا ننسى أنه في مسعفين على الأرض عم تشتغيل ولازم نكرمها ولازم نلقي الضوء عليهم لأنه هيدا جند المجهور ما في شك عليك وحال نحن تحية إليك امرأة عظيمة وتحية لكل الجنود المجهولين مثل حضرتك في كتير اللي من مراهن لبنان اليوم مستمر وعم نحلم بسلام لأنه في ناس مثلكون موجودين نيلة الهيشم بيروت كومسي لوبلي كتاب رائع وقعتوا بالسالون دي فرانكوفون وكانت وقيع ناجح جدا ضروري أنكم تجيبوه موجود بكل المكتبات تحية كبيرة إليك وشكرا لوجودك معنا نيلة وشاهدينا الكرام أنا بشوفكم نهار السابت وهلأ مننتقل لزميلة رورا